حديه اشتبال لاي لاي ترور سيعا صدر راكبها لتلي نود نيدك البيد وحدانا لحالة كان والله ما علي يخلاف فيه لجل عبير جفت اقرام الغرار وعلى باركات التي دائما وابد نستعين مشاهدين متابعين كرام هكذا ارحب بحضراتكم من جديد اجمل التحايا واطيب الترحيب ضمن انطلاقاتنا المتواصلة والمستمرة والمتتالية شوط يليه الاخر لتعلن انطلاقتي هذا الشوط ألا وهو الشوط السابع والخاص بفئة الحيل من مسافة الثمانية كيلو مترات انطلقت هذه الاسماء انطلقت هذه الشعارات الباحثة عن الفوز وعن الانتصار الغالي الذي ينتظر هنالك واحدا من بين هذه الاسماء ومن بين هذه الشعارات هنالك خمسة واربعون اسما مشاركا وباحثا عن ذلك النوماس عن ذلك الانتصار متابعين كرام ضمن هذا الكرنفال الكبير ضمن هذا المهرجان مهرجاني جائزة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وازكنه فسيح جنات يا رب العالمين مقدمة الشوط والمركز الاول اتابع الانطلاق في هذه اللحظات من تنطلق هملولا وابناء الامارات يقدمون لنا هملولا السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان يدفعون لنا بهملولا على اول المراكز النقل الى المركز الثاني حيث الحضور من تأتي مع المركز الثاني في هذه اللحظات يا مخرجنا العزيز المركز الثاني الحضور وين 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 القدوم من الشعار الادعم الذي بدأ يقترب الان ويدفع لنا بهجن الشحانية مع ضجة 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 هي الحاضرة هي الواصلة مع هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبدالله العطية في عملية التضمير يأتي مع المركز الثاني المركز الثالث القدوم أيضا من هجن الشحانية مع الوبرة سالم بن جابر بن علي بن فاران بالمتابعة والتضمير مع المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع القدوم الحضور في هذه اللحظات متابعين الكرام القدوم من غرام غرام وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي في عملية التضمير يتقدم على المركز الرابع المركز الخامس القدوم القدوم الحضور الحضور في هذه اللحظات القادمة والمنطلقة بلش أو هي بلش من جاهد بن عتيق بن غميظ العتيبي يقدم لنا بلش تتقدم في هذه اللحظات وسلالة اسعاف من تأتي على المركز الخامس هكذا النداء للخمسة المراكز المتقدمة العودة من جديد إلى هملول 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 على الصدار وعلى المركز الأول وعلى التحدي الأول تنطلق مع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يدفعون لنا في هذه اللحظات مع هملول بالانطلاق الأول لا زالت محافظة على هذا الموقع سمو الشيخ ذياء بن محمد بن زايد آل هيان المركز الثاني القدوم من هجن الشحاني تدفع لنا في هذه اللحظات مع الأوبرا مع المركز الثاني أم ضجة بالفعل هجن الشحاني تقدم لنا ضجة بمتابعة محمد بن خالد بن عبدالله العطية من يدفع لنا بضجة وصيفة لهملول المركز الثالث المركز الثالث هجن العاصفة وما أدراك ما هجن العاصفة القادمة مع غيات الهلالية بالمتابعة والتضمير المركز الرابع وصلت ربشة خالد بن حزيز بن حامد القراشية وصلوا أبناء الطايف وصلوا أبناء الطايف مع ربشة مع المركز الرابع ولكن ولكن هكذا النتاع العودة من جديد العودة إلى الصدار ضجة 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 على الصدار ضجة ضجة على المركز الأول متابعين الكرام في هذه اللحظات هجن الشحاني تقدم لنا ضجة محمد بن خالد بن عبدالله العطية من يدفع لنا بضجة المركز الثاني الأوبرا القادم أيضا في هذه اللحظات مع هجن الشحاني سالم بن جابر بن علي بن فران المري هو القادم في هذه اللحظات الحاضر على المستوى الثاني المركز الثالث هملول هملول مع المركز الثالث سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان يدفعون لنا بهملول ولكن ولكن الأدعم ولكن العنابي ولكن أبناء دولة قطر المتقدمين والمنطلقين مع ضجة مع المركز الأول ضجة 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 في هذه اللحظات ومن يقدم لنا ضجة متابعي كرام محمد بن خالد بن عبدالله العطية اللي يمقيض ناقطة بول الصيف والده يعيد نجازها كل عام روح بها من دون ضغط وتكليف ذاخر ذلول لشوط الزحامي اليوم حظرها يبي يشارك الضيف والده يشاركهم في شوط الختامي في شوط الختامي ولكن العودة إلى الصدار ضجة 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 وأبناء دولة قطر ضجة مع الشحانية ضجة مع الأدعم ضجة مع العنابية بمتابعتها إلا في هذه اللحظات محمد بن خالد بن عبدالله العطية يقدم لنا ضجة وهذا الضجيج وهذا الضجيج المركز الثاني أيضا هجن الشحانية تتقدم مع المركز الثاني القادم على المركز الثاني وصيفة لضجة في هذه اللحظات ولكن لدعم ولكن لدعم ولكن لدعم أبناء دولة قطر أبناء التحدي أبناء التحدي يعلنون هذا التحدي الكبير هذا التحدي العملاق هناك مع ضجة وانطلاق ضجة وانطلاق يقدمها محمد بن خالد بن عبدالله العطية المركز الثاني يا مخرجنا العزيز ثاني لسماء ثاني التحديات في هذه اللحظات القدوم القدوم أيضا من هجن الشحانية المندفعة مع المركز الثاني المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات القادمة متابعنا الكرام يا سلام شعار العاصفة ومؤسسة العاصفة وهجن العاصفة من تدفع لنا بانطلاقة النواعس 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 أم الشاهيني بالفعل مع هجن العاصفة غياث الهلالي غياث الهلالي ولكن العودة من جديد إلى بداية الركبة إلى أول الركبة ضجاو الشحانية ضجاو الشحانية ضجاو ابناء قطر شقيقة ضجاو ابناء التحدي ضجاو الأدعم الأدعم يتربع على عرش الصدار في هذه اللحظات العنابي المتألق في هذا المساء أي مساء مساء عنابي مساء وعنابي مساء شحانية مساء شحانية ضجايا العطية ضجايا العطية ضجايا العطية على أول انطلاق النواعس النواعس بدأ يقترب بدأ يقترب بدأ يقترب ضجا صامدة صمود الجبال صمود الجبال ضجاو الشحانية ضجايا العطية ضجايا العطية محمد بن خالد محمد بن خالد لا برا يا بن فاران يا بن فاران والكيلو الأخير الكيلو الخطير الذهبي سالم سالم بن جابر بن علي بن فاران بن فاران في كل مكان في كل زمان يأتي بن فاران مع الشحاني مع لدعم ذهبي ذهب ذهب ذهبي الذهبي ذهب ذهبي الذهبي ذهب ذهبي يا بن فاران ذهب الشحاني تظهر بالنقطة الخامسة في هذا المساء في هذا المساء المساء شحاني السلام شحاني النماز شحاني بسم الله على لوبرا وأدائها لوبرا بن فاران الشحاني لدعم لدعم هجن الشحاني أبناء التحدي معلنين هذا التحدي الكبير هذا التحدي الممتاز سلام 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 لمالكي لوبرا وأبناء قطر أبناء قطر أبناء قطر مع لوبرا الشحاني السلام شحاني النماز شحاني الانتصار شحاني 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 وعنابي شحاني وعنابي مع بن فاران بن فاران هو عنوان مع لوبرا لوبرا هي عنوان لهذا الشهد مشكور يا فنفرا مشكور المركز الثاني هجن العاصفة مع المركز الثاني ثالثا كان الحضور ايضا لهجن العاصفة مع المركز الثالث رابعا موسيقى بنا وماسي هذا الشهد مع سالم بن جابر بن فران المري 12 دقيقة 37 ثانية 8 جزا من الثانية ثانيا هجن العاصفة مع الشاهنية 12 دقيقة 39 ثانية 53 جزا من الثانية ثالثا هجن العاصفة ايضا مع الشاهنية 12 دقيقة 41 ثانية 24 جزا من الثانية ورابعا ربشة خالد بن عزيز بن حامد القراشي 12 دقيقة 43 ثانية 99 جزا من الثانية وخامسا حلت مع المركز الخامس نفل راشد بن بطي بن محمد المري توقيته الزمني 12 دقيقة 46 ثانية و76 جزا من الثانية تهانينا ونماسا والف مبروك لمالكي لوبرا من خطفة نماسي هذا الشهد مع الشحانية بقيادة سالم بن جابر بن فران المري تهانينا ونماسا شوطنا القادم هو الشوط الثامن والمخصصين الزمول باعا يتوقع